وجه الرئيس عبدالفتاح سيسي الحكومة بزيادة حد الإعفاء الضرابي على الدخل ليصبح 36 ألف جنيه سنوياً بدلاً من 24 ألف جنيه وذلك في سياق جهود الدولة لتخفيف أثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطنين جاء ذلك خلال اجتماعاً مع رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وعدد من المسؤولين تناول استعراض أبرز المؤشرات النهائية لمشروع موازنة العام المالي القادم 2023-2024 والتي تستهدف تحقيق معدل النمو قدره 5% من الناتج المحلي الإجمالي كما ستشهد تحقيق فائد أولي قدره 2.5% من الناتج المحلي حيث وجه رئيس سيسي في هذا الإطار بالاستمرار في الحفاظ على الانضباط المالي وضمان الاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة إضافة إلى مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام للموازنة وأعباء خدمته